السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحظات وساعات ويعني ايام حرجة جدا جدا بيترقبها العالم طبعا نتيجة للزخم الموجود على مستوى الكوكب في كل التحركات الاقتصادية اللي موجودة على مستوى العالم وطبعا السبب اللي خلينا طلعت اللايف دو ان للأسف الشديد طبعا في ظل التحركات اللي حصلت وفي ظل السقوط اللي حصل للدولار في الـ 48 ساعة اللي فاتوا من 4200 وصل لـ 4200 وصل لغاية 3400 بتاعي ده بالنسبة للعيار 21 وبالنسبة للدولار طبعا سقط من 71 انتقل لمستويات دلوقتي دخل فيه الخمسينات الكلام ده طبعا يعلم القاصي والداني ان الموضوع ده طبعا من اوله الاخره في دواير كتيرة جدا دواير لازم توضح للناس بشكل واضح وصريح عشان دي لحظات بيصطادوا فيها التجار مع دوم الضمير بيصطادوا فيه في المية العكرة وما فيش وقت انه بصراحة ان احنا نقعد ونتفرج ونقول الدنيا تبقى شكلها ايه ونقعد مع المتفرجين والناس تسألنا ونسكت وبناءنا عليه الناس اللي بتسأل بتقول يا دكتور احمد احنا ينفع نبيع الدهب اللي معانا اللي هو عير 21 دلوقتي ولا مش هينفع دلوقتي وفيه ناس تانية بتقول ينفع نشتري دلوقتي ولا ما ينفعش دلوقتي هجاوب على السؤالين دولة في نهاية البس ان شاء الله باذن الله عشان الناس تفهم مش لمجرد ان انت تاخد قرار لان ده شقة ده شقة اولا بالنسبة للزهب العالمي طبعا انا بتكلم الكلام ده عشان الكل كلمة جاية بعد كده مربوطة على حاجات الناس لازم تفهمها بالنسبة للزهب العالمي الزهب العالمي طبعا دلوقتي في حالة ضغط شديد جدا بتعرض لضغط شديد جدا نتيجة لمؤشرات السياسات النقدية للفيدرالي الامريكي طبعا ويبدأ ان هو يبدأ يعني يفسح عن هوية التعامل لما بعد مؤشرات السياسات التقشف وسياسات التشدد النقدي اللي هيعملها الفيدرالي الامريكي طبعا كل متداول العالم كل الناس الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم كلهم قاعدين مترقبين بحذر شديد جدا كل نقطة التحول بتتحول فيها دايرة التداول على مستوى العالم لان ده هيأثر تأثير مباشر على كل المعاملات العالمية اللي جاية بعد كده حقيقي يعني الوضع النقدي والوضع المالي ودائرة الاسواق في موقف مش بقول في موقف دي في لحظات يعني يعني لا تحصد عليها بصراحة يعني ومش هيحس بالكلام ده هو غير الناس اللي متابعة بدقة الكلام ده هو معانا سواء على قناة التليجرام او بتتابع التداول على مستوى العالم كله يعني طيب اي 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 انا بتكلم الناس طبعا بتقول سهلة علينا حاضر انا بتكلم انا اطلع عشان اها يعني اتكلم من انا بتكلم بالطريقة بتاعت الحاضر فانا اي ا أي اي طبعا دلوقتي الظاب العالمي سقط واحنا قولنا انوا違う ده على قناة التليجرام ان هيحصل هبوط مؤكد او ده طبعا مكان هيجي معه بالتزامن مععشارت المؤشورات الطو teamwork الجمعة اللي فاتت ودي عندك مؤشر تشد اللي هو السياسات التشددية اللي هيتبعها الفيدرالي ده هو طبعا عمل زخم على الزهب وادى الى ضغط على نقط المقاومة وضرب في عمق نقط المقاومة ونزله من 2022 دلوقتي يوصل 2017 هينزل لغاية 2015 وممكن يلقط معاه في النقاط اللي يبدأ يجمع عندها عند 2010 ستوبلوز عنده هياخد معاك 20 يعني دايرة 20 بتاعتك عند النقطة صعد 3 ممكن يدينا يوصل لدايرة الـ 2000 لو صعدت من الـ 2000 ممكن يدخل معانا 1980 ده لو ماكملش الدايرة بتاعته انا كده كلامي كده تحليلي على العالمي عشان بس يبقى الكلام واضح طيب لو ما صعدتش عن الـ 2000 يبقى كده بياخد زخم تجميعي وهياخد معاه النقطة صعد لغاية 2100 2150 شفتوا بقى أنا بتكلم ازاي عشان تبقى الناس الناس اللي في دايرة التداول وفي الكلام ده ممكن يجمع عنده النقطة دي لانه هو بياخد دلوقتي نقطة جميع وهيطلع معاها في هذا الاتجاه عشان أنا بطلع بالقول الفصل في الكلام ده طيب ممكن يسقط عن الـ 2000 ممكن يسقط عن الـ 2000 يسقط امتى لو في حالة ادى تجميع سلبي في اتجاه المؤشر الهابط وده احنا دايما بنحذر من الدخول عند النقطة دية لان النقطة دي تحديدا بتاخد الذهب العالمي في حتة تانية يا اما بتاخده صعود قوي جدا يا اما هبوط قوي جدا والايام شاهدة على كلامي هتشوفوا الكلام ده في الذهب العالمي الذهب العالمي هيجمع تجمعات عند نقطة صعود غير متوقعة طيب نركن بقى الذهب العالمي على جنب ندخل بقى على الذهب المحلي الزهب المحلي الناس طبعا بتتكلم في القصة بتاعة البيع والشرق طيب اولا يا جماعة بس بعد اذن حضراتكم احنا اتفقنا ان الناس ترجع البس اللي فات لان البس اللي فات مهم ومش هتكلم كتير عن الكلام اللي انا اتكلمته في البس اللي فات ولكن بكل هدوء وارياحية تم اوعى تخلي اي حد في الدنيا يستغلك في النقاط اللي بيقع فيها الذهب وقلنا ان هو الذهب لما بيوصل لاي نقطة ايا كانت هذه النقطة بيبدأ يجمع عندها برضو بيطلع عند مستوى هذه النقطة سوى اذا كان صعود بيوصل عنده وهبوط بيوصل عنده ولكن في هذه الحالة اللي احنا فيها دلوقتي دي حالة استثنائية الحالة دية بتجمع عند معلومات منتشرة المعلومات دية بتضغط طبعا على الذهب المحلي فيه مش هقول بيك اتكلم بلغة المقاومة لان الكلام بتاع المقاومة والبتاعة ده اكبر من ان انا اتكلمه على الذهب المحلي لان انا ما ينفعش احط الذهب المحلي في دايرةVالعلامية يعني انا ما ينفعش ايه اقول والله عمله بريستيج ما ينفعش مش ده اللي تعمله بريستيج تمام فمش هقول ده نقط مقاومة لا ده ده نقط استعباط انا بتكلم بقى يعني ايه كده الناس اللي بتقول السلع حاضر انا هتكلم برضو هرد على النقطة دي عشان بس يبقى ايه القصص برضو متربطة كلها مع بعضها ضمنيا اللي حصل ده ده هبوط داخل مع معلومات يعني فجائي الهبوط الفجائي ده احنا ما قلناش حاجة جديدة احنا ما جبناش حاجة جديدة مختلعناش العجلة احنا قلنا مع كل سعود قوي في نزول قوي بس ده مش نزول قوي زي من الطريقة اللي هي السيمترية اللي بتطلع بيها والكلام ده ده هبوط الطرارة نتيجة معلومات وجبن حصل من دائرة راس المال المتداول في دائرة الدولار في السوق الضلمة وبالتالي الناس بدأت ان هي تيه يعني زي ما بقول ايه تنط وتديع وتجمع عن دلوقات تانية مين المستفيد في الحتة دية للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد تجار السوق السوداء فاذا محدش يضحك عليك انت حد جمعت الدهب بتاعك اشتريت الدهب بتاعك ويه اشتريتوا عنده نقطة واحنا حذرنا من الكلام ده بس هنقيد تاني اشتريت عنده نقطة ثبت عندها الله يكريمك الله يكريمك اخلتهم محمد اخلت فوزية اخلتهم مبطأ حفظة على الدهب بتاعك ما تخليش يعني ولادك والناس اللي حوالين منك يقعد يقصروا على يقولك بس بيعي ونجمع تاني يا ستي الذهب يحفظ قنته ما تدخلوش في دايرة ودي نصيحة بقولها للناس نصيحة بقولها للناس الملعب اللي مش بتاعك ما تلعبش فيه وما تلعبش بشق عمرك يعني انت ما تجيش بشق عمرك وتروح جاي تلعب به يعني تقولي اصلا انا دلوقتي نازل الحق ابيع دلوقتي يعني عند مستوى كويس الحق بيع اصلي شكله نازل وفي ناس تقولك اشتري دلوقتي عشان هو كده في مستوى نزول كويس والناس تشتري مين اللي قالك كده يعني مين اللي قالك كده اللي قالك كده ده مين النهاردة انا احنا في عارض دلوقتي احنا مترقبين زينا زي كل الناس هل فيه فعلا بيان مؤكد بالدولارات بالدولارات ومعلومات الدولارات اللي انتشرت على الانترنت والاعلام وكل الدنيا كلها عرفتها هل الدولارات دية فعلا دخلت ولا لسه هل في بيان رسمي بيعلن دخول هذه الدولارات ولا لسه تمام يعني هل في الكلام دو حصل ولا لسه لو حصل شبه أنا بتكلم بكلام واضح للناس ردا على الناس يقول لشتري إمتى وإن بيع إمتى لو في دولارات فعلا دخلت البلد في شكل فعلا بأي شكل من اللي تم إعلانه في الفترة السابقة أنا بقول لحضرتك استنى شوية ما تشتريش تمام استنى شوية ما تشتريش ولو الموضوع في دائرة معلومات والقصة بتاعته زي ما هي ماشية في دائرة معلومات كده هو والدولار عمال ينزل هوصل دلوقتي كام يعني النهاردة الدولار اللي الدهب مسعارينه بحاجة 59 بتاقلي عليك 58 59 تمام يعني في الحتة دي في المناطق دي يعني طيب انت النهاردة بقى لو دخلت دولارات في القصة دية ايه اللي هيحصل لا ينزل ينزل لان هنا في دائرة تجميع حصلت بزيادة معروض دولاري في البلد فبالتالي ده انا بتكلم بمطالب بساطة عشان الناس تفهمني فبالتالي ده هيؤثر على القصة دي وينزل هل الحكومة المصرية هتفاجئنا بخبر تقول فعلا ان في دولارات دخلت ولا لأ لو فعلا كده لأ الدنيا طبعا هتروح في حتة تانية اما لو الامور مشى في دائرة معلومات فأرجئ هذه المعلومات الى السوداء ان هو اما ممكن يلعبه على النزول اللي نازل ده يجمع عنده من المعروض ويبدأ يطلع تاني يجمع وهو طالع فهو بيعمل ايه زي ما احنا قلنا طالع زي المنشار واكل وينزل مع المنشار واكل عشان كده انا من وجهة نظري الشخصية بكل اريحية وبكل يعني ضقة في الضمير اللي انا بقوله ارجوكم يا جماعة وقفوا تداول المعلومات دلوقتي ما تتتبعش ما تبصش او تتابع جروبات او تطبيقات او اللي هم الناس الفتايين اللي بيفتوا تماما الو كانوا كلام مباشر هو وقف الكلام ده وريح دماغك وريح دماغك يا اختي وبنلاع على حضراتكم ابعيد وبعيد خالص تماما عن الاخبار في هذه اللحظات لان هذه اللحظات الاخبار فيها مؤزية من الدرجة مية كلامي واضح ومباشر ما تقوليش انا اشتري امتى وابيع امتى انت بيع قلنا وقت لما ابنك حضرتك ان شاء الله باذن الله اسم الله عليه ربنا يكرمه كبر وخواته وداخل يتجوز وعاوز تجهزله وتبدأ ان انت عايز تزبط الدنيا استر ابنك لانه وجب عليه سترة الدهب في هذه يعني في هذا القرار اما بالنسبة لي ان انت عندك مصلحة جايلك دلوقتي في حطة ارض حلوة في مكان معين في مش عارف حاجة انت عايز تشتريها في حاجة مهمة ملحة جدا عايز تبيع فيها الدهب وان انت تشتري الحاجة دي ها دي فرصة كويسة جدا ما فيهاش اي مشكلة خالص حاجة كمان ما ما تضحيش ما تحطش البيض كله في سلة واحدة ما تحطش البيض كله في سلة واحدة ما تقولش انا اروح اروح ارمف دهب الناس بقى اللي هي اللي بتابع القصة دي والقصص دي يا سيدي انت قدام منك انت طالما انت فلوسك موجودة وخايف عليها قوي قوي شوف ايه هي الحاجات اللي انت هتحقق عندها مستوى امان مستقبلي بمعنى عندك شقة اتفضل حضرتك اشتري شقة عند حضرتك ارض وهتبني عليها وبتجهزها حضرتك اتفضل بس ما تضحيش برضو بكل الفلوس برضو في الارض بتاعتك ما تضحيش بكل الفلوس بتاعتك في الشقة ما تضحيش فلوس بتاعتك كلها في العربية خلاص كده احنا كده بنثبت مع حضراتكم عشان تبقى الناس بقى فهمها بالنسبة البيع يعني من رأيي ومن وجهة نظري الذهب للذمن وما تخليش حد يعني يستفزك في قرارك وفي شقة عمرك بحيث ان انت خلاص ده الناس طبعا ناس كتيرة طبعا وحزرنا قلنا السعود اللي طالع ده غير مبرر لي والناس طبعا ما سمعتش الكلام لانبارح اقسموا بالله اقسموا بالله شايف حد معلق في التعليقات بيقول انا اشتريت عند اربع تلاف وتسعمية اربع تلاف وتسعمية ده جبتها منين دي يا امي وخلوا بالكم تمام فعشان بس ما تقولش على حضراتكم يا جماعة آآ ياريت تخلوا بالكم محدش يضحك عليكم محدش يضحك عليكم ما ترموش الدهب بتاعكم في آآ سلة واحدة وآآ ما تفرطش في آآ مالك وحافظ على مالك بالنسبة بقى الاسعار السلع يعني اسعار السلع اللي موجودة دي يا جماعة بعد اذن حضراتكم انا بتكلم كلمة حق صرف النظر عن اي حاجة تانية السلع اللي موجودة دي يعني لما نزل الدولار الناس قالك ايه ده لما نزل السعر الناس السلع ما نزددش ليه يعني ايه إيه اللي يخلي السعر ما ينزلش يعني إيه اللي يخلي السعر ما ينزلش والله يا فندم أنا من وجهة نظري من وجهة نظري إن الناس اللي اشترت السلع دي ما هيشريها وهو طالع مش هيجي في يوم قلنا نفرق ما بين السلع الحرة وما بين السلع ما بين العملات والمعادن النفيسة ما ينفعش إن أنا أربط أربط ما بين هبوط نازل مع سلع ضرورية موجودة ما ينفعش أنا بتكلم الكلام ده بشكل علمي ما ليش دعوا بقى بإيه اللي يعني واحد مشتري اتنين طن مثلا وليكن رز مثلا وبيبيعوا اشترى عند كام عند دلار سبعين نزل الدولار يبيع عند دلار خمسين بالمنطق كده يعني يعني الناس بتقول هو ليه أنا بفصر الموضوع مش ببرح أنا بفصر القصة فالناس يا جماعة معلش احنا اضرنا بصراحة من المشكلة اللي حصلت دي واللي احنا حذرنا منها وقلنا إن الكلام ده هو ولكن أتمنى إن الأسعار لو في حالة لو استقر الدولار عند الاتنين وخمسين دي أو التلاتة وخمسين أوتوماتيك إن مع الوقت المفروض المفروض إن الأسعار تنزل لكن محدش يقول يا جماعة يعني الكلام الواحد يقول كلام الكلام العقل حدش يقول لي تاجر أنت الدولار نزل نزل السعر الصابون اللي عندك على الرف هو مش تريب الغالي فيعني ده الحق هو اللي يقال كده لكن مع الوقت لو استمر الدولار بالمنظر بتاعه ده وهو نزل نأمل إن الأسعار بتاعة السلع الغذائية تنزل وتستقر وتبقى حاجة إن شاء الله بإذن الله ترد كل الناس في النهاية قرار البيع والشراء في حالة المشاكل اللي بتحصل دلوقتي ده قرار ترقبي يعني اترقب يعني رائب الأول ما تاخدش قرار عشان ما تندمش ويبقى الندم بتاعك يعني مش حلو يعني في النهاية احنا كلنا جماعة مترقبين في أحداث كتير هتحصل في الساعات اللي جاية دية بقول لكم خلي بالكم وإن شاء الله بإذن الله خير أنا من وجهة نظر يعني اللي هي الشخصية بصرف النظر عن أي حاجة أتمنى أتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني إن الأمور تعدي بسلام والخير يعم على البلاد ونشوف الخير عند كل الناس ما تسمعوش يا جماعة الفيديوهات اللي بتطلع كل يوم دية مع الناس اللي هي بتطلع تقول كلام أنا بتطلعت النهاردة يعني أنا ما كنتش عايزة أنا بتطلع بس كل شهر لكن لقيت الناس خايفة لا دلوقتي يا جماعة وقت تترقب وقت إن الناس يعني تخلي بالها تشوف تشوف الدنيا بتاعتها ما تقولي إيه يعني أنتو 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 بتجروا ورا قصة الدهب في حتة ألا ليه يعني أنا دور رائي أنت حضرتك بقى دي الحتة الأخيرة اللي هاختم بيها البس عايزة أشتري ضروري والفلوس بتاعتك هتضيع وتتسرق وهتروح في دهية خلاص أنت مضطر إنك تشتري يعني اشتري ده يعني أنا 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 يعني مش بقولك ما تشتريش بقولك اشتري لإن الدهب بيحفظ عند قد فيش أي حاجة يعني يعني ما فيهاش أي مشكلة بس المشكلة إنه إحنا دايما بننصح بنقول خلي بالكم ده في مستوى مش مش حلو لإن فيه فرق كام ده فرق يجي تلتميت ربعمية جنيه تلتميت ربعمية جنيه ده فرق كتير فرق كتير جدا جدا عن السعر العادل بتاعه فأنا دايما يا جماعة بالنسبة للدهب المحل ببقى حساس جدا وضقيق جدا في الكلام فيه لان الناس بتفهم على هواها طلع يقول لك يا عم اه لا شكرا ده طلع نزل يقول لك عم انت خل قلت لنا اشتريه وفي وقت نزول وفي وقت زخم دلوقتي في وقت معلومات مش مش حلوة المعلومات دلوقتي فيه آآ آآ قلق كبير جدا جدا في الاسواق في الحالة ده لما بنشوف الكلام ده بنقول لما تلاقي الموج عالي يعني آآ خد جنب وتفرج وشوف وما فرقتش طالع طالع نازل نازل بس اهم حاجة ان انت تبقى انت فاهم ان آآ مع كل صعود فيه ناس بتستغل ومع كل هبوط فيه ناس بتستغل انت تكون حذر ترميش كل البيت بتاعك في سلة واحدة نوع استثماراتك آآ السلعة الغذائية ان شاء الله بإذن الله لو اهو لو استمر الدولار بنفس هذه السيمترية ونزل كمان لأ يبقى الناس اللي هتبدأ تشتري ايه المفروض تحت قيد رقابة وتمنى بقى تفعيل الرقابة بتاعت الدولة وتبدأ بقى الحملات اللي هي بقى حماية المستهلك اللي احنا يعني مش شايفين له مكان بصراحة يعني بأمانة يعني آآ يبدأ ان هو يخش ويشوف القصة فيها ايه ويبدأ ان يعني الناس ده كده على السريع في النهاية ربنا نسطح الحال وحال البلاد والعباد حافظوا على نفسكم يا جماعة وبلاش تنقلوا اخبار وتنقلوا معلومات والناس اللي بتبقى اشترت في العالي بتبقى قلقانة وعايزة بديني تطلع لها فبتبدأ ترمي برضو كلاما عشان يعني قلقى طالع وتقمع الكلام ده وحضرتك يعني آآ كده كده انت الدهب هرتدلك ولو بعد حين بس ما تقزيش غيرك يعني انت اخب بالك انا بقول كلمة حق كلمة حق ما تقزيش غيرك لان المعلومة آآ في التوقيت الحالي صعبة في النهاية انا آآ سعيد جدا جدا ان انا كنت معاكم ويا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله باذن الله آآ معاكم على طول في كل الدعم وكل التخطية ان شاء الله باذن الله في الايام اللي كانت شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته